الرؤية التانية كانت بتتكلم على برضو مجموعة من الناس اللي أنا أعرفهم وراحوا على البحر والبحر ده أنا معرفش إحكاية البحر كنت وأنا في الرؤية لكن أنا ربنا وأنا بشوف الرؤية ابتدى ربنا يكلمني إن البحر ده هو العالم وكانوا موجودين جوا الكنيسة وراحهم على البحر وأنا طلعت وراهم على البحر عشان أدور عليهم أدور عليهم عشان أخدهم معي وأجري يمين وشمال والبحر بيعلى والناس عملا تسرخ وعملين يقولوا البحر بيعلى البحر هيبلع الناس إجروا بسرعة إبعادوا وبتنيت إن أنا أخد العربية بتاعتي وأجري وجوا العربية فيها ناس أخدهم وأجري بيهم والرؤية الثالثة كانت برضو في البحر برضو ولكن فيه كان أوتوبيس أوتوبيس كبير وحد عمال يطلع ناس على الأوتوبيس والأوتوبيس يقفل ويجري ويجي أوتوبيس فاضي يملى فيه ناس عمال يقولهم يلا يلا طلعوا 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 فأنا طلعت وراء الثلاث رؤى ده همت بقولوا يا رب إيه ده قال لي كفاياكم قعدة جوا الكنيس يعني كانت الرسالة اللي وصلها لي جوايا كفاياكم قعدة جوا الكنيس بتروحوا الكنيسة بتتعزوا وبتفرحوا وسايبين الناس بتهلك سايبين الناس في العالم منغامسين في العالم وشهوات العالم ومش بتفكروا ان كنتوا تكلموهم علشان ايه؟ علشان خايفين على العلاقات بتاعتكم كم واحد مش بيقدم رسالة الانجيل لصحابه والجيرانه والمعافي الشغل أو معافي في الجامعة علشان خايف على علاقات أو خايف على أمانه والرب جاي قريب واحنا المفروض ان احنا نقدم رسالة الانجيل للخليقة كلها لكل العالم احنا محتاجين ان احنا يبقى جوانا الصحوة ده هيت ان الرب بجد جاي وان نهاية العالم الرب بكتوب ان هو التشبيه ان هو يأتي كلص طبعا الرب مش لص ولا حاجة ولا حاجة ده هيت تشبيه ان هو هيجي فاق باغتة فمجيء الرب باغتة ده ولا حد هيلحق يقول لحد حاجة ولا ربنا فوري فانا مش ربنا مش هيبعت لنا تلغرافي يقول لنا انا هيجي كمان اسبوع فانا الحق اكلم الناس اللي انا خايف اكلمهم عشان احافظ على العلاقات ما بينهم ما بينهم لكن انا عايز اقول ان مجيء الرب الباغتة ده المفاجئ ده هوت ده بيخلي جوانا لازم يبقى جوانا صحوة علشان نبتجي ان احنا نكلم الناس عن المسيح اشتركوا في القناة